جلالة الملك وفي هذا الصدد أكد ووضح التراكمات التي حققتها ديبلوماسية مغربية تحت قيادة جلالة لي علاقة من قضية الوحدة الترابية وهنا تأكيداً للمصار المتميز والإيجابي جداً الذي قطعته الوحدة الترابية في السياسة الخارجية المغربية أكد جلالة الملك أن القوى العظمى اليوم في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الإسبانية وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية وكذلك شكر جلالة الملك مواقف الدول العربية وخاصة المجلس تعاون الخليجي وكذلك العديد من الدول الإفريقية التي ترجمت موقفها من القضية الوطنية من خلال فتح بعثات ديبلوماسية وقنصوليات لها سواء في الدخل أو في العيون ولاحظنا خلال السنة المنصرمة كيف أن العديد من الدول الإفريقية والعديد من الدول العربية رسخت وجسدت هذا الالتزام مع المغرب من خلال فتح العشرات من البعثات القنصولية على مستوى مدينتي العيون والدخلة ولم تفوت الفرصة بطبيعة الحال ليؤكد جلالة الملك شكره للعديد من الدول وفي مقدمتها الجارة الإسبانية على الموقف الذي اتخذته بخصوصه قضية الوحدة الترابية وبدون شك هذا الموقف الذي سيكون له أيضا تأثير ولحظنا خاصة على مستوى القارة الأمريكية وأمريكا اللاتينية أساسا حيث أنه الدبلوماسية المغربية اليوم لازالت تحقق انتصارات مهمة على مستوى تغيير مواقف العديد من الدول آخرها دولة البيرو التي بطبيعة الحال قطعت علاقتها مع الكيان الانفصاري وأكدت أيضا انضمامها إلى تأييد المقترح الذي قدمه المغرب وهو مقترح الحكم الذاتي الملك محمد الثالث أكد أيضا في خطابه أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم مشددا على أنه